الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نود أن نطرح في هذه الأمسية أمرا مهما يتعلق بالمرأة المسلمة بداية أقول المرأة المسلمة حظيت بمكانة عظيمة في الإسلام هذه المكانة لم تكتسبها من تسنمها للمناصب الراقية في الدولة الإسلامية منذ ابتدائها إنما اكتسبت تلك المكانة من خلال اهتمامها ببيتها وتربيتها لأبنائها وهذا ما نراه واضحا وبينا من خلال تصفحنا للتاريخ الإسلامي حيث نجد نماذج كثيرة من النساء المسلمات التي آثرنا تربية أبنائهن والتي آثرنا المضية في الواجب الذي أو دعه الله عز وجل في رقابهن فالمرأة راعية وهي مسؤولة أيضا عن رعيتها ومن تلك النماذج العظيمة التي نبتدئ بها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي كانت السند للرسول صلى الله عليه وسلم وحين جاء بدعوته كانت هي المعين له في تلك الحالة التي كان عليها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا وهكذا استمرت معه لحظة بلحظة حتى وصل إلى النصر الذي كان عليه ويحدثنا التأريخ عن نساء أخريات من تلك النساء تماظر ابنة الحارث هذه المرأة التي كان عندها من الأولاد أربعة فلما كان المسلمون يجهزون العدة ويحشدون الجند للقاء الفرس أخذت أولادها الأربعة ووضعتهم مع جند المسلمين وقالت لهم يا بني أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين والله الذي لا إله إلا هو أنتم أبناء امرأة واحدة ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا ضيعت نسبكم فإذا كان الغد فامضوا في سبيل الله فإن الآخرة الباقية هي خير من الدنيا الفانية وفي الصباح اليوم الثاني ولما نشبت المعركة وتلاقى الفريقان كانت تسمع الأخبار وإذا بالأخبار تأتيها فتقول إن أبناءك الأربعة قد استشهدوا في سبيل الله فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم أسأل الله أن يجمعني وإياهم في مستقر رحمته لا إله إلا الله ما أعظم هؤلاء النساء ما أعظمهن وأي مكانة ارتقين بها إنها المكانة العظيمة المكانة السامية حينما ربوا هذا الجيل لكي يخرجوه وتستفيد الأمة منه وهكذا الحال لو قرأنا في التأريخ نجد أن جل الفقهاء والعلماء عاشوا أيتاما وربتهم أمهاتهم منهم الإمام مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية وكثير من العلماء حينما عاشوا عاشوا يتاما لكن الذي كان في سبب تربيتهم ونشأتهم هم أمهاتهم وأختم حديثي بقصة أخيرة الفاتح محمد الذي فتح القسط طينية محمد الفاتح يروي المؤرخون أن أمه كانت تذهب به بعد كل صلاة فجر لكي تريه أسوار القسط طينية فتقول له يا محمد أنت ستفتحها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيفتحها رجل اسمه محمد قال لها وكيف لي يا أمي أن أفتح هذه المدينة الكبيرة قالت تفتحها بالقرآن وبالسلطان وبالسلاح وبحب الناس هكذا كنا النساء ويا ليت نساءنا يعدنا إلى ذلك المجد التليد فيصنعنا رجالا إن كما صنعت تلك النساء أولئك الرجال نسأل الله العظيم أن يعيدنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يعيد تلك النساء إلى حاضرنا حتى يلدنا من يعيد للأمة مجدها وكرامتها إنه نعم المولى والقادر على ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته